أهلاً أهلاً بكم معنا في معرض الكلمة لا تموت اللي كي نضمه مسرح البدوي تخليداً الدكرة السنوية الأولى لرحيل عميد المسرح المغربي الأستاذ عبد القادر البدوي رحمه الله هذا المعرض جبنا واحد للفكرة جديدة أنه الآن اللي كان خلده هاد الدكرة السنوية الأولى ديال وفاة الوالد الأستاذ عبد القادر البدوي قلنا شنو ممكن نعملو باش نخلدو هاد الدكرة فكيف كتعرفو الفنان والمفكر لا يموت يموت جسداً ولكن كيبقى عيش معنا بأعماله بفكره بمواقفه بكلماته فاخدينا واحد المقولات يعني بعض المقولات ديالو من بعض الكلمات اللي كان كي ينشرها وكيلقيها بمناسبة مناسبات مختلفة كليوم العالمي المسرح اليوم الوطني كذلك بيانات كان كي نشرها في الصحف أو مقالات فاخدينا أهم ما كين طبعاً هو عنده رصيد كبير في الإعلام فحنا أخدينا غير واحد الجزء بسيط غير باش نقدموه هاد المعرض للجمهور اللي كيعرف السي عبد القادر البداوي يتذكر شنو كان كيقول هاد الراجل ولا اللي ما كيعرفش الأستاذ عبد القادر البداوي لان كيتعرفو على هاد الراجل وعلى الفكر ديالو المعرض كيعني لي الكتير الآن هاد الكلام اللي كان كيقول أنا إنسانة مؤمنة به جداً وتربيت عليه لأنه هو هذه المبادئ الأستاذ عبد القادر البداوي اللي كبرنا بها وتربينا عليها فطبعاً هذا المعرض بالنسبة لي القوة ديالو هو في لقاءه مع الجماهير أنا الآن سعيدة أنه كنحس أنه الوالد ديالي الأستاذ عبد القادر البداوي يتواصل مع الأجيال الجديدة من الجماهير بمواقفه بكلماته إحنا ضد فكرة القطيعة مع التاريخ إحنا ضد فكرة القطيعة مع رموز هذا الوطن بالعكس هذا الآن الوقت اللي خصنا نحيو توراتنا ونحافظوا عليه من الضياع ومصرح البداوي الآن ركيح تفل بسبعين سنة هذا الآن ولا تورات لا مادي لهذا الوطن الرسائل اللي خلها قال أرجوكم حافظوا على هذا الأرشيف وحافظوا على هذا التاريخ هذا رمشي تاريخ مصرح البداوي فقط هذا رمشي تاريخ تاريخ المغرب فإحنا كنتمنا من المسؤولين على الشأن التقافي في بلادنا يهتموا بهذا المصرح اللي هو الآن جزء من التورات لا مادي لهذا الوطن